سيد كاتب الدولة المشاهدين يتابعون بجدية هذا الموضوع للتقوين المياني لجلالة الملك يعطيه أولوية ما هي استراتيجية لكان جلالة الملك ترحها في هذا الموضوع بفضل المجهودات سيدنا في 20 سنة الأخيرة المغريب قام بواحد العدد هائل وكبير جداً ديال الاستثمارات في التقوين المهني أو بالأحرى نقوله في البنيات تحتية ديال التقوين المهني لكن كنا نشوفه للأسف هو أنه رغم هذه المجهودات رغم الاستثمارات كي بقى قدنا واحد الخرجين تيكونوا في الشوماج كذلك كأن هناك المقاولة اللي ما زالة كنت تقول لك رحنا ما كنلقوا شيء البروفاوليات اللي كنحتاجوها إلى آخره في الخطابين ديال عيد العرش و ديال التوراة الملك وشبه 2018 سيدنا لينسترو دار تشخيص وجلنا بوحد توجيهات اللي كانت واضحة لأن تشخيص سنوتي تبين بلي أنه من قبل ما كدناش كان ربطوا التقوين مع التشغيل بشكل مباشر كان عندنا مشكل في الحكامة يعني تدبير ديال هادك المؤسسات كانت هناك مركزية كبيرة ديال المنظومة ديال التقوين المهني وسيدنا طلب في الخطاب بالعرش من الحكومة أنها تنكب على تفكير في حتى الصور لإصلاح ديال المنظومة ديال التقوين وتنشوفوه لأنه سيدنا هو بنفسه استلاتة ديال الاجتماعات مع سيد رئيس حكومة سيد وزير التربية وطنية وتكون مهاني وتعليم لأليو البحث العلمي سيسايد أمزازي وباقي الوزراء ديال القطاعات المكونة وكانت تويج ديال هاد الحصص للعمل هو نهر 4 أبريل حين سيسايد أمزازي قدام نجالة الملك الخرطة ديال الطريق اللي طبعا عرفت الموافقها ديال سيدنا واللي كانت واضحة وصالحية تتكلم على أول حاجة الكابيطاليزاشون شرلاكي يعني نغسنا نقوله هناك تراكم هناك تجارب إيجابية وهناك كدلك سلبيات ولكن كي خسنا نركز عليها ممكنش ندير قطيعة مع الماضي ونقوله نغسنا نخترع العجالة نحن دائما في إطار الاستمرار وكا تبقى من بين المستجدات واللي هي اللي غتكون ظهرة على أرض الواقعة وقريبة إن شاء الله هي مدن الكفاءة والمهن نعم وضحنا هذا المدن فعلا هي مستجد كيف مقنا فحنا كما تنعرفو في المغرب ده بك نلقا في جميع المدن وحتى في بعض القرى والمدن الصغيرة هناك مؤسسات ديال تكوين المهن معظم هاتب على المكتب تكوين المهن ونها الشغل ولكن هناك مؤسسات تبع الفلاحات تبع التوريزم تبع الصناعة التقليدية تبع وحد العدد ديالقطاعات المكوينة وكل مؤسسات عندها مثلا بيبليوتك ديالها عندها الانترنت ديالها عندها كده ديالها إلى آخره حان هاد المراكز اللي غتكون في 12 جيهة المملكة غتكون كلها مجموعة بحل شكل ديالجامعات بحل شكل ديالكومبيوسيونيفيرشيتير يعني غدن يكونوا مجموعين وغيكونوا مبنيين على مبدأ ديالتعاضد والاستعمال المرشد للوسائل العمومية يعني مثلا نسميوها En Campus de la Formation Professional dans une region X غيكونوا فيه مؤسسات هادي كتكون في الفلاحة هادي كتكون في مثلا الدكاء السنائي هادي كتكون في كده ولكن غيستعملوا بالشكل مبتعدد جميع البنيات التحتية الأخرى مثلا المراكز اللغات مثلا الملائب الرياضية مثلا الانترنة إلى آخره الهدف كيف ما قلنا هو الترشيد ديالنا فقط من جهة من جهة أخرى هادو ديسنتر ديكسينوس ديال الامتياز لأنه شنو تحدي ليدنا هو أننا نخليه التكوين المهني يكون عندو جادي بيا وعندو قابلة ليد الشباب كيف تكون مرأمة ديال التكوين مع الشغل وتانين واش عندنا مكوينين موجودين لهذا المستوى العالي أولا التوجيهات الملكية كانت واضح الربط البرامج التكوينية بالحاجيات الحقيقية لسوقشون الآن تنقولوا تكوين وتشغيل هما وجهان لعملة واحدة ممكننا نضرع على واحد بلا ما نضرع على الأخر وإلا رغم دون نخرجوه كيف بما كان نفس سابق نخرجوه لشعمر يعني لهذا من هذا الشي هو أننا نصلوا لأحد الملائمة ما بين الأرض والطلب لهذا كيبقى يعني الإشراك والمشاركة ديال الفائل الاقتصادي والمهني والجهات أساسية القطاع الخاص هو دي الفائل المهني كنقصد به زيما القطاع الخاص كنقصد به كيبقى أساسي اليوم تنعرف بلأن من الاختصاصات الداتية ديال الجهات هو تكوين ميني لأن الجهة فائل أساسي في المنظومة للحكمة الجديدة كذلك القطاع الخاص القطاع الخاص والجهة وطبعا بعد مكونات ديال الدولة والمهنيين كنقصدوه هنا الغراف الفلاحية الصناعية الصناع التقليدية إلى أخير السيد البحري سيكونوا كلهم حاضرين في المكونات الحكمة ديال هاد الشركات لأنهم ستكون الشركة مجهولة الاسم على رأسها ليس موضعف سيكون على رأسها واحد من القطاع الخاص وهي ستخدم بالمبدأ ديال القطاع الخاص مرة أخرى باش نوضحو وما نتفهمو شي غالطين ليس القطاع الخاص سيكون بالخلاص لا ندام تدبيري يعتمد على الندام ديال القطاع الخاص اللي فيه النجاعة وفيه المرضودية وفيه المحاسبة للنتائج ولكن هذي خدمة عمومية تقدم كما كانت تقدم للشباب المغاربة نعم إذن بالنسبة لأفاق ديال عدد معين ديال يتكون ويتخرج واش هناك ميزانية لتفعيل هاد المشاريع طبعا هناك ميزانية اللي هي مرصودة أصلا تقدر بثلاثة ديال مليار وستمائة مليون درهم مخصصة لبناء وتجهيز هاد المدن الكفاءات والمهن هاد الميزانية جاية من صندوق الحسن ثاني ومن الجهات ومن الدولة هما اللي غاديني مولوها تشيادة إن شاء الله وهناك برنامج مستر والبرنامج تم الالتزام به أمام جلينة الملك نهار 4 أبريل حيث أنه دراسات رهية بدت وتم تقديمها لنا في واحد الكوميته دو بيلوتاج اللي كنا حضرناها مع ترأس السيد وزير المنتدى بالداخلية وكانوا الوزراء القطاعات المؤينة المكونات السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات وعدد الكميتي دو بيلوتاج رئيس الاتحاد المقاولات المغرب سيمزور وعدد آخر ديال الفائلين واللي خلاله السيدة المديرة ديال المكتب التكوين المهني وإنعى الشغل أعطتنا يعني تصور اللي يخصوا مازالشي شوية ديال الفاين تيونينغ تيخصوا واحد العدد الأشياء تزاد فيه وتنقح فيه ولكن لو ساتور هوايا كاين وموجود وكيف ما قلنا حتى الاشيانسي راه تم الإعلان عليها أمام جلينة الملك لأننا عدنا في 2019 أوائل جنوبي 2020 على الأكثر تيخص الأشغال تنطلق وتيخصنا معدل ديال الاربعاء ديال السيتي يتم الإنجاز ديالهم كل سنة باش في أفوق ديال تلت سنين نكون نوصلنا لتناشر السيتي في تناشر جهة ديال المملكة واللي تكون الطاقة الاستيعابية ديالهم الإجمالية هي 34 ألف حوالي 34 ألف متدربة ومتدرب طبعاً كتبقى الحجم ديال هاد المدون الكفاءات والمهن غد يختلف من جهة إلى أخرى لأنها جهة كبيرة وعدد السكينة كبيرة والطلاب كبير كجهة الضر البيضاء ستتماشي هي جهة أخرى إلى أغيره هذا بالإضافة إلى أنه حتى العروض المقدمة للشباب المغربة في كل جهة ستختلف من جهتين إلى أخرى إذا أنا جايل عندك وباش ننهيو هذا استجواب بعض المتدربين سولوني على المينح هي المينحة أولاً دخلة في إطار استراتيجية ديال الحكومة باش نرجع القطاع ديال التكوين المهني أكثر جديبية ني راتوا بحلو بحل الجامعة كما قلنا إلى آخر كذلك جاية في الإطار ديال التوجيهات الملكية السامية اللي اعتات توجيهات للحكومة واضحة بخصوص دعم البرامج ديال الرئاية الاجتماعية المينحة النقل المدرسي الداخليات إلى غيرها هات تجربة بدأت العمل يفات استفدو منها حوالي 11 ألف متدربة ومتدرب والهدف هو أننا نوصلوا الـ 71 ألف منها ديال التكوين المهني طبعاً ككل بداية كيكونوا واحد تعتورات كيكونوا هادا العمل يفات بشكل استثنائي تعتاط المكتب التكوين المهني التدبير دير هاد المنحة هاد العام دا كان هدف هو أننا نعطيوها لونوسك يدبرها كما كانت تدبر المنحة ديال التعليم العالي لكن نظراً الواحد الإكرهات قانونية يعني في النص اللي كيخلق لونوسك طرينا نعودو نديرو اتفاق يا مرة أخرى وكان هاد المرة هدي مع وزارة المالية كتابت وزارة التربية وطنية وكتابت الدولة ومكتب تكوين المهني والحمد للأسبوع اللي فات راه مكتب تكوين المهني دار البلاغ ديالو وقال لنعلالو ديبلوكاج ديال كاعدوك اللي بوغس اللي كانو تيتسالو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة